لا تتوقف الانتهاكات التي ترتكبها السلطات الصينية ضد المسلمين الإيغور في إقليم تركستان الشرقية انتهاكات تسعى من خلالها بكين إلى محو هوية الإقليم الذي تعتنق غالبية سكانه الدين الإسلامي محتمية في ذلك بأنها إحدى الدول الكبرى دائمة العضوية بمجلس الأمن ما يمكنها من إفشال أي محاولة لتجريمها دولية مكتب المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان وفي إطار رصده لما يجري من انتهاكات في الإقليم أصدر تقريرا بشأن حالة حقوق الإنسان في تركستان الشرقية بعد زيارة قامت بها المفوضة الأممية إلى الإقليم قبل أسابيع غير أن التقرير لم ينشر بعد وإنما أرسل للحكومة الصينية للاطلاع والتعليق عليه أولا الأمر الذي فتح الباب أمام تكهنات عديدة بشأن ضغوط صينية لمنع نشر التقرير تحت مزاعم أنه إذا نشر فسوف يزيد من تسيس ملف حقوق الإنسان في الصين منظمة العفو الدولية من جهتها انتقدت تصريحات المفوضة الأممية أثناء زيارتها إلى الصين إذ أنها أشارت إلى مراكز الاحتجاز في تركستان الشرقية على أنها مراكز تدريب مهني وتعليمي مستخدمة بذلك نفس المصطلحات التي تروجها حكومة بكين كما أنها أشادت بما أسمته إنجازات الصين في التخفيف من حدة الفقر والرعاية الصحية في الإقليم متجاهلة حملات التعقيم والإجهاد القصري التي تنتهجها الصين لتقليل عدد المسلمين وكذلك فصل الأطفال عن ذويهم وتربيتهم وفق منظومة الفكر الشيوعي الذي يحكم الصين في المقابل فإن المفوضة الأممية جددت التزامها بنشر التقرير قبل انتهاء ولايتها نهاية الشهر الجاري الأمر الذي يراه مراقبون اختبارا لمدى قدرة المجتمع الدولي على تجاوز الضغوط الصينية وإدانة الانتهاكات التي ترتكبها بكين ضد مسلم الإيغور اشتركوا في القناة